بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب تلت عددي ان شاء الله نحل امتحان محافظة سيناء رقم واحد اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة رقم واحد اذا كان سطح الدائرة ميم تقطع سطح الدائرة نون بتسوي المجموعه لك فان ميم ونون تكون النوبة يا شباب كلنا حافظين اذا كان تقطع سطح دائرة ميم وسطح دائرة نون في نقطة يبقى الدائرة على طول متوسطان من الخارج تعالوا كده نعرف ازي خلي بالك سطح الدائرة يعني الخط ومداخل الخط سطح الدائرة ميم تقطع سطح الدائرة نون تقطع في نقطة يبقى دائرتين متوسطان من الخارج لكن هنا سطح الدائرة ميم تقطع سطح الدائرة نون تقطع حمتة سطح الدائرة نون يبقى دائرتين متوسطان من الدخ خلي بالك من دي سطح الدائرة ميم تقطع سطح الدائرة نون بيسوي سطح الدائرة نون اللي هي الصغيرة يبقى دائرتين متوسطان من الدخ رقم اثنين في الشكل المقابل الف دال كتعة مستقيمة متوسط في المسلس الف بي جيم الف دال متوسط يعني بنصق الضلع المقابل مساعة المسلس الف بي دال بتساوي عشرين سنتيمتر مربع الف بي دال مساعة عشرين سنتيمتر مربع فإن مساعة المسلس الف جيم دال بتساوي نوغة سنتيمتر مربع عايز مساحة المسلسة الف جيم دا. نعمل يا شباب. كلنا عارفين ان المتعوسة المسلس بيقسم سطحه الى سطحي مسلسين متسويين في المساح. يعني مساحة المسلسة الف جيم دا. تعالوا كذا نعرف ازاي. مدنا مساحة المسلس الف جيم دا. عايز مساحة المسلس الف جيم دا. هو مدنا الف دا المتوسط. يبقى يقسم السطح مسلس الف جيم الى مسلسين متسويين في المساح. يعني مساحة المسلس الف جيم دا. الف به دا المساعة عشرين سنتمتر مربع. يبقى برضو الف جيم دا. مساعة عشرين سنتمتر مربع. نكتب في النقاط عشرين. رقم ثلاثة فيها الشكل المقابل. ازا كان كياس زاوية بها الف دا بتساوي 80 درجة. مكتوب عليه. فان كياس زاوية دا الجيم واو بتساوي نقاط. عايز كياس زاوية دا الجيم واو. الخارج عن الشكل الرباعي الدائري. خلي بالك. قالي بها جيم دا الرباعي الدائري. عايز كياس زاوية دا الجيم واو الخارج عن الرباعي الدائري. واحنا عارفين كياس زاوية الخارج عن الشكل الرباعي الدائري بتساوي كياس زاوية داخلها المقابلة المجاورة لها. يبقى دي على طول كمية يا شباب 80 درجة تعالوا كده نعرف ازاي دا الجيم واو زاوية خارجة عن الشكل وبعد دائري يبقى بتساوي كياس الزاوية الداخل المقابلة المجاورة له اللي هي زاوية الثالث طب زاوية الثالث 80 درجة يبقى كياس زاوية دا الجيم واو 80 درجة نكتب في النقط الثالث 80 درجة رقم اربعة مساحة المربع الذي طول كتره اربعة سنتيمتر يتكون نجة سنتيمتر مربع نعمل ايه يا شباب كلنا عارفين مساحة المربع بالسوى نص مربع كتره الحلقة دي نكتبها ازا كان مدينا طول كتره تعالوا كده نعرف ازاي مساحة المربع ساوي نص مربع كتره يعني ندرب نص في مربع الكتره الكتره مدون اربعة ايه بقى اربعة تربية نص في اربعة تربية شباب اربعة فاربعة ستاشر نص ستاشر كام تمانية سنتيمتر مربع نكتب في النقط تماني رقم خمسة في الشكل المقابل كياس زاوية الف من بي بتسوي خمسين درجة كياس مكتوب عليه فان كياس العدي BETH orthي بتسوي نقط درجة بدي عايز كياس الف takąộc bun خلي بالك الكواس العدي orthي Любู كفس اس لبه الاقبار يبقى الاول هنجيب كياس الكوس العدي Beach لا اصغر بعد كده هنجيب كياس الكوس major البه لا ازاي يا شباب نكتب تلتمية وستين درجة ناخس كياس الكوس العدي بدي ال اصغر تعالوا كده نعرف ازاي عيس كياس الكوس عليبي الاصغر هو كياس الج unstoppable المركزية المقابلة لي يبقى كياس الكوس عليبي الاصغر برضو 50 درج نكتب كياس الكوس عليبي الاصغر بتشو كمية شباب 50 درج تب هو عيس كياس الكوس عليبي دالبي اللي هو كياس الكوس الاقبار يبقى كياس الكوس قالب به الأكبر اللي لسه جاي نعمل يا شباب بتساوي 360 درجة ناقص 50 درجة اللي هو كياس الكوس قالبه الأصغر بتساوي 310 درجة يبقى كياس الكوس قالب دال به كما يا شباب نكتب بتساوي 310 درجة رقم 6 مسلس له محور تمثل واحد فقط وأطوال أطلعه هي 8 سنتيمتر و 4 سنتيمتر و 20 سنتيمتر فإن السين بتساوي نجا نعمل يا شباب طبعا إذا أدك مسلس له محور تمثل واحد فقط يبقى المسلس متساوي الساقين يعني لازم يكون ضلعين متساويين في الطول مدنا أطلعه 8 و 24 يبقى السين يأم 8 يأم 4 بس خلي بالك إمتى يكون أطوال أطلع مسلس إذا كان مجموع طولية أي ضلعين في المسلس أكبر من طول الضلع التالي نجرب كل واحدة ونشوف أي واحد فيهم مجموع طولية أي ضلعين في المسلس أكبر من طول الضلع التالي تعالوا كده نعرف إزيه أول حاجة شباب هناخد سين بتماني يبقى تمانية فاصل أربعة تمانية سنتيمتر فاصل أربعة سنتيمتر فاصل تمانية سنتيمتر يبقى أخذنا سين بتماني ثاني مرة ناخد سين باربعة تمانية سنتيمتر فاصل أربعة سنتيمتر فاصل أربعة سنتيمتر يبقى المسلس الحالة الأولية الحالة التانية نشوف أي واحد فيهم مجموع أي طولين في المسلس أكبر من طول الضلع التالي أربعة وتمانية كم يا شباب اتناشر فعلا اتناشر أكبر من تمانية يبقى ده يصلح عايزين نتأكد من الثاني أربعة وتمانية كم يا شباب تمانية ليست أكبر من التالي يبقى ده لا يصلح يبقى اللي يصلح يا شباب إن السين بتسوي تمانية فإن السين بتسوي تمانية رقم اتنين ألف فيها الشكل المقابل إذا كان ألب به بتسوي جمدال ألب به طول وجد طول جمدال ميم وهو قطعة مستقيمة عمودة على ألب به ميم وهو عمودة على ألب به ميم هي قطعة مستقيمة عمودة على جمدال ميم هي قطعة مستقيمة عمودة على جمدال إذبت أنه وأوسين بتسوي هساء عايز يذبت أنه وأوسين الجزء الصغير ده بتسوي هساء الجزء الصغير ده نعمل يا شباب هنستغل المعطايا طبعا بعد ألب به عن المركز هو ميم سي وبعد يجي مدال عن المركز هو ميم سا لازم يكون البعد يا شباب عمود طيب مدين وطرين متسوين في الطول يبقى بعدهم عن المركز متسوين في الطول يبقى ميم سين بتسو ميم سا طب مدين يا شباب ميم وهو نصف كتر وميم هي نصف كتر وفي دائرة واحدة يبقى متسوين في الطول لو طرحنا الطرف الأيمن من الطرف الأيمن والطرف الأيسر من الطرف الأيسر هيددنا المطلوب اللي هو عايز تعالوا كده أنا أعرف إزي البرهان أول حاجة يا شباب مديني ألب به بتسوي جيم ده ألب به بتسوي جيم ده فصل مديني ميم سين عمود على ألب به ميم سين كتها مستقيم عمودية على ألب به فصل ميم ساد بردو كتها مستقيم عمودية على جيم ده كتها مستقيم يبقى ميم سين عمود على ألب به يعني بعده وميم ساد عمود على جيم ده يعني بعده ومديني وطرين متسوين في الطول يبقى بعدهم عن المركز متساو إزينا يا شباب ميم سين بتساو ميم ساو ممكن نكتب بعدامه عن المركز متساوي نعمل دي اشباب رقم واحد طب ميم واو نصف كتر وميم هي نصف كتر يبقى بتساوي بعض بما ان ميم واو قطعة مستقيمة فصلة ميم هي قطعة مستقيمة انصاف ابطاء في الدائرة ميم اذا ميم واو بتساوي ميم هي نعمل دي رقم اثنين هنعمل حاجة صغيرة هنترح المعادلة واحد من المعادلة اثنين يعني نطرح الطرف الايمن من الطرف الايمن والطرف الاسر يبقى بتطرحوا واحد من اثنين صغير من الكبير ماتقولش اتنين من واحد يبقى بترح واحد من اتنين يعنى صغير من الكبير اذا نطرح الطرف الايمن م Scout م shoot نبدأ نختصر نشوف الطرف العيمن بالدنيا والطرف العيسر للدنيا نختصر برضو الطرف العيسر نختصر برضو الطرف العيسر من الدنيا والطرف العيسر بالدنيا وصفاء على المطلوب فهو الشكل المقابل جيم دال شوع ما مسل الدايرة ميم عنده جيم جيم دال بمسل الدايرة عنده جيم والجم harder one vuadjb alif c out m c to 70 why don't you go ? من Вид Tentam alif b bit 5 m من موجود علي كتع مصدق ağalip b يعني علip b ya chababe cut 1. 18 llshb trajan alif jim AA'йs titan alif jim ve hashtag jim Value 7 Qiyaz gos xvl ve goals for a quarter 2. الأول is lit up a quarter jim بتساو بيجين. ازاي? طبعا مدينا مماش. يبقى كياس الجاوية المماشية بتساوه كياس بتساوه نص كياس الجاوية المماشية بتساوه كياس الجاوية المحطية المشتركة معاه في الكو. كياس الجاوية المماشية بتساوه كياس الجاوية المحطية المشتركة معاه في الكو. طب مدينا دلعين متواجيين. يبقى على طول هنلاقي جاويتين بتساوه بعد بالتبادل. في الاخر هنلاقي زاويتين بيساوي نفس الزاوية يبقى زاويتين متساويتين في الكياس. يبقى على طول المثلث متساويتين ساقين. تعالوا كده انا اعرف ازاي. البرهان. خلي بالكم يا شباب من الخطوات اللي انا عمله. بما ان الف دال شعاع مماس. بما ان الف دال شعاع مماس. للدائرة ميه? هنلاقي دي زاوية مماسية. ودي زاوية محيطية. ومشتركتان في الكوسة الف بيه. ازا قياس زاوية دال جيم الف المماسية. بتساوي قياس زاوية جيم بيه الف المحيطية. الاحسن برضو بتكتب مشتركتان في الكوسة الف جيم. طيب تاني حاجة يا شباب من ده انا في المحيطات جيم دال بيوازي الف بيه. بما ان جيم دال شعاع بيوازي بيه الف كتعة مستقيمة. هنلاقي قطع لهم اللي هو يا شباب الف جيم كتعة مستقيمة قطع لهم. هنلاقي يا شباب الزاوية دي. والزاوية دي على شكل حرف زد. يبقى بتساوي بعض بالتبادل. ازا قياس زاوية دال جيم الف. بتساوي قياس زاوية جيم الف بيه. بالتبادل. نعمل دي يا شباب رقم اتنين. اللي نستنتج من واحد واثنين هنلاقي زاويتين بيساويه نفس الزاوية. الزاوية دي بتساوي الزاوية دي في واحد. والزاوية دي بتساوي الزاوية دي في اتنين. نستنتج يا شباب ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. يبقى من واحد واثنين. ازا قياس زاوية جيم الف بيه. بتساوي قياس زاوية. جيم الف بيه. واحنا عارفين ازا الزوية تنية مسلسطين في الكهاز داخل مثالث يبقى بقبل وضلعين مثالين في الطول الزوية ايه الضلع المقابلة ايه بيه جي والزوية ايه الضلع المقابل ايها الف جي يبقى اذا في المثالث الف بيه جي نستنتجها شباب الف جي بتساوي بيه جي وده المطلوب اللي عايزه الاول. بعد كده نجيب كياس زاوية به. الزاوية دي. ازاي يا شباب? هنلاقي قالي به كتر. يبقى الزاوة المحطية المجابلة ليه طبعا بتساوى وتسعين درجة. واحنا شابتين ان المثالث من تساوى الساقين. بسهولة نجيب كل زاوية من زاويتها الكاعدة. ازاي? نكتب مئة وتمانين درجة ناقص كياس زاوية الراس على اثنين. تعالي كده نعرف ازاي? يا شباب. الف به كتر. لانه بيمروا بالمركز. يبقى الزاوية دي قايمة. نكتب بما انه. الف به كتعة مستقيمة كتر. في الدائرة ميم? ازا قياس زاوي الف جين به. اللي هي مرسومة في نص دائرة بتساوى وتسعين درجة. خلي بالك الف جين بيه اللي هي زاوية دي. عملناها زاوية قايمة. طبعنا لسه سابتين. الف جين بتساوي به جين. بما ان الف جين بتساوي به جين. ازا كل الزاوية من زاويتها الكاعدة متساويتين في الكياس. ازا كياس زاوي جين بيه الف. طب موجود الراس يا شباب نجيب كل زاوية الكاعدة زي نكتب مئة وتمانين درجة. ناقص كياس الراس اللي هي تسعين درجة. بعد كده نكسي معه على اثنين. طبعا على طول يا شباب هنلقاه خمسة واربعين درجة. يبقى كياس الزاوية به كم يا شباب خمسة واربعين درجة. ازا كياس زاوية به بتساوي خمسة واربعين درجة. وده المطلوب اللي عايزه يا شباب. رقم ثلاثة. الف. اذكر حالاتين يكون فيهم الشكل الربعي دائري. انا قلت المسألة دي كتير. اسهل حالتين. الحالة الاولى. يكون الشكل الربعي دائري اذا كان فيه زاوية متقابلتين ومتكاملتين. الحالة التانية. يكون الشكل الربعي دائري اذا كانت فيه كياس احدى الزاوية الخارجة من احد رؤوسه بتساوي كياس الزاوية الداخلة المقابلة لهذا الرأس. على فكرة انا قلت دي كتير. رقم به. فيها الشكل المقابل. به جيم كتعة مستقيمة كترة في الدائرة ميم. به جيم كترة يعني يمر بالمركز. الف جيم شو عامة مسل الدائرة عند جيم. الف جيم بمسل الدائرة عند جيم. ده المنتصف به وهو كتعة مستقيمة. ده الموجودة في نص به وهو. اثبت ان واحد. الشكل الف ده الميم جيم ربعة دائرة. عايز يزبط ان الشكل الف ده الميم جيم ربعة دائرة. اثنين. كياس زوية جيم به هيه. بيتساو نص كياس زوية highlighted. عايز يزبط ان كياس زوية جيم. به هيه. الزاوية الصغيرة دي بتساو نص كياس زوية от الف الزاوية دي. نعمل يا شباب. الاول نسبة ان الشكل الف ده الميم جيم ربع دائري. ازاي? هنلاقي ده المنتصف الوطر. يبقى المستقبل المر بالمركز عمود على الوطر. يعني الزوية دي قايم. وهنلاقي الف جيم مماس. يبقى نصف الكترة عمود على المماس من عند نقطة تماث. يعني الزوية دي قايم. هنلاقي زويتان متقابلتان ومتقاملتان على طول الشكل ربع دائري. تعالوا كده نعرف ازاي? البرهان. اول حاجة يا شباب دال منتصف واو به. بما ان دال منتصف به واو وكتعة مستقيمة. يبقى على طول المستقيم المر بمركز عمود على الوطر. ميم دال كتعة مستقيمة عمودي على به واو وكتعة مستقيمة. عمودي يعني يعمل زوية يا شباب قايمة 90 درجة. ازا قياس زوية. ميم دال واو. بتساوي 90 درجة. خلي بالك ميم دال واو ازا على طول نصف الكتر عمودي عليه. ميم جيم عمودي على الف جيم شوعة. ميم جيم كتعة مستقيمة عمودي على الف جيم شوعة. عمودي يعني يعمل يا شباب زوية قايمة. الزوية دي كياسة 90 درجة. ازا قياس زوية. ميم جيم الف بتساوي 90 درجة. نعمل دي اتنين. اللي نستنتج من واحد واثنين. هنلاقي زوية متقابلتان ومتقاملتان. لان تسعين وتسعين مية وتمنين درجة. من واحد واثنين. ازا تسعين زيسعين. في شكل ميم دال الف جيم. هنلاحظ ان كياس زوية ميم دال الف زيسعين زيسعين كما شباب مية وتمنين درجة. كياسزوج ميم دال الف. اللي هي الزوية دي يا شباب 90 درجة. زي. كياس زوية ميم جيم الف. اللي الزاوية دي برضو تسعين درجة مجموحهم كم زايد كم تسعين درجة زايد تسعين درجة بتساوي مية وتمانين درجة زاويتان متقابلتان ومتكاملتان في الشكل الربعي اذا على طول يا شباب الشكل نوعه ربعي دائر اذا الشكل الف دائر اذا الشكل الف دائر ميم جيم ربعي دائر ماشين خطوة خطوة علشان ناخد الدرجة ناية الشكل الف دائر ميم جيم ربعي دائر بعد كده عايز يثبت ان كاز زاويت جيم به بتسوى نص كاز زاويت الف جيم به هي الزاوية الصغيرة دي نص كاز زاويت الف نص زاوية دي ازاي احنا لسه سبتاني ان الشكل الف دائر ميم جيم ربعي دائر يبقى كاز زاوية الخارجة عند اي راس من رؤوسه بتساوي كاز زاوية الداخل المقابلة لهذا الرأس يبقى الزاوية دائر اللي هي جيم ميم هي الخارجة بتساوي الطائب في الدائر جيم معي مريك مراكزية ومشتركيتين في الكوز جيمهاء يبقى المحيطية نص المركزية احنا لقد تجولنا زاوية دي بتسيج hasn't. والزاوية دي بتسيج نص الزاوية ايه يبقى ايه علاجة الزاوية دي بالزاوية دي تم لع�اته الى كان Reach تعالوا كده هنعرف ازاي? ازا احنا لسه قالين شكل ربعه دائره. كياس زاوي جيم ميم هي بتساوي كياس زاوي تالي. ازا كياس زاوي جيم ميم هي بتساوي كياس زاوي تالي. اعمل دي رقم واحد. خليها رقم تلاتة عشان الترتيب احنا عملنا واحد واثنين قبل كده. خليها رقم تلاتة. طيب الزاوية دي يا شباب بتساوي الزاوية دي. وانا لسه جاي للمحطية بتساوي نص المركزية المشتركة معها في الكوس. يبقى الزاوية دي المحطية نص الزاوية دي المركزية المشتركة معها في الكوس. يبقى نكتب برضو. بما ان كياس زاوي جيم به بتساوي نص كياس زاوي. جيم ميم هي? جيم ميم هي? جيم من وجود ازوجه شباب محطو الح institutions ذو جيم عمال المركزين نعمل هي رقم holistic هنأشت عم pessoal قال هل يerem وجود هشتهوا مجρόة في فهمية ثلاثة نص ثلاثة الصاد اذا كياس زاوية جيم به بتساوي نص كياس زاوية الف وده المطلوب اللي عايزه يا شباب رقم اربعة الف الشكل المقابل ليس كطaney كياس زاوية جيم كطري يوجد كياس كط보 نعمل ايه شباب كلنا عارفين اذا وجدنا وطرين بيتقاطع في نقطة خارج الدايرة يبقى كياس زاوية التقاطع بتساوي نص حاصل طرح الكوسين المقابلين ليه بس لاحظ نطرح الكوس الاكبر نقص الكوس لازم بسهولة نجيب الكوس به ده طب هو عايز كياس الكوس ده لهيه خلي بالك بهجيم كوت يبقى كياس الكوس به هيه بتساوي 180 درج جيبنا كوسين بسهولة نعرف نجيب كياس الكوس التالي تعالوا كده نعرف ازاي البرهان خلي بالكم الخطوات بما ان جيم به شعاع تقاطع ههدال شعاع بتساوي المجموعة قالت وطرينة جطف نقطة خارج الدايرة يبقى ايزا على طول كياس زاوي نقطة التقاطع كياس زاوت الف بتساوي نص نفتح كوس طرح الكوسين بس الكوس الاكبر اللي هو كياس الكوس جيمه ناقص الكوس الاصغر اللي هو كياس الكوس بهده بضرب بضرب الطرفين في اثنين في اثنين خلي بالك انا اضرب الطرف الايسر الاول وابتوه في الايمة علشان الايسر اللي فيه الرمد نضرب الطرف الايسر في اثنين نص اروح مع اثنين يتبقى لجوه الكوس 80 درجه ناقص كياس الكوس بهده بضرب نص اروح الاخص 800 نضرب 30 62 نهائل المعادلة 80 بعكس الايشاره جيف ثمانين درج. طب ستين ثمانين كام؟ سالب عشرين يبقى كياس الكوز بهدال بتساوي سالب عشرين درج. عايز اتخلص من الاشارة السالب اضرب الطرفين في سالب واحد بضرب الطرفين في سالب واحد. ليه يا شباب علشان اتخلص من السالب? طب معناه اضرب الطرفين في سالب واحد? يعني اغير اشارة الطرف الايمن وغير اشارة الطرف الايسر الطرف الايمن سالب غير اشارته يبقى موجب يبقى كياس الكوز بيده الطرف الايسر سالب غير اشارته تبقى 20 درجة يبقى كياس الكوز بيده الكام يا شباب 20 درجة نكتب علينا هوت 20 علشان اطلباته بس هو عايز كياس الكوس ده لهيه. انا لسه قيل بهجيم نوعه يا شباب كطر بما ان بهجيم كطعة مستقيمة كطر في الدائرة مين. وهنا عارفين الكطر بيقسم الدائرة لنصفين كياس كل كوس منهم مئة وتمانين درجة. انا عايز كياس الكوس اللي تحت ده بس. كياس الكوس به جيم كم يا شباب مئة وتمانين درجة. اذا كياس الكوس به جيم بتساوه مئة وتمانين درجة. اللي هو الكوس اللي تحت ده كله يا شباب. طب موجود منه كوسين. عايز الكوس التالت. اعمل ايه اكت مئة وتمانين درجة ناقص مجمع الكوسين. اللين هني civilization. ايه ايه. السلطة. ان اله yak év. انا قت المسكوز والكوسين تم совершенно. و في وقت المجمع الكوسين التانيين. اللي هو عشرين زايد تمانين. عشرين درجة زايد تمانين درجة. طب عشرين درجة زايد تمانين درجة مئة درجة. اتره و يتمين memang song upon مئة وتمانين درجة أتبقى تمانين درجة. جيبناها بسهولة هي خطوات طويلة بس بس سهل بي فيها الشكل المقابل الف بي قطعة مستقيمة و الف جيم قطعة مستقيمة ممساتان للدائرة ميم عند بيه و جيم الف بي بتمس الممس الدايرة عند بيه و الف جيم بتمس الدايرة عند جيم كياس زاوية بيه ده الجيم بتساوي 70 درجة مكتوب عليه اوجد كياس زاوية بيه الف جيم ي asked 쟲ي 5 بيه نعمل يا شباب اول حاجةず بيه ممس يبقى الزاوية الممس ايه بتساوي الزاوية المحترمية المختلفة المشترة معه في الى الوز يبقى الزاوية ديه 70 درجة طيب الف بيه والف جيم تغطم اننا من نفس النقطة خارج الداول يبقى1 متساويف في الطول يبقى المسلس الف بيه جيم متساويف الوز يبقى الزاويتاي الكهاض متساويف في الكيهاز الزاوية دية زي الزاوية ديه بيه 70 درجة هو عايز الف اللي هي زوط الرأس نعمل يا شباب مئة وتمانين درجة ناقص مجمع زوطي الكعدة بسهولة نجيب كياس زوط بيه الف جين تعالوا كده نعرف ازاي البرهون خلي بالكم من الخطوات الف بيه مماس للدائرة بما ان الف بيه قطعة مستقيمة مماس للدائرة عند بيه ازاي الزوية المماثية بتساوي الزوية المحيطية المشتركة معها في الكوز الزوية دي والزوية دي متساوطان في كياس ازاي كياس زوية قلب به جيم نوضح المماثية بتساوي كياس زوية به دال جيم المحيطية اللي هم مشتركتان طبعا في الكوز بيه جيم تبديل سبعين يبقى دي كمية شباب سبعين درجة نكتب سبعين درجة زيه طي البيه و البيه و البيه قطعة مماثيتان بما ان البيه قطعة مستقيم او البيه قطعة مستقيم قطعة مماثيتان لدائرة مهم على طول يبقى متساوطان في الطول لانهم من نفس نقطة غريج دائرة البيه قطعة الف جيم يبقى المشتركة يا شباب متساوط سبعين يبقى زوية لكاعدة متساوطان في الكياس ازان في المشتركة الف جيم طبعا بالعين المشتركين يبقى متساوطان في الكياس كياس الزاوية تلك قاعدة من سوطين في كياس او الزاوية تكاعدة اللي هي ايه الزاوية دي الف جين به بتساوي كياس الزاوية الزاوية تكاعدة اللي هي يا شباب الزاوية دي الف جين ممكن تبدل دي مكان دي عادي مش مشكلة كل وعدة كم درجة سبعين درجة عادي معادي نكتب عليك كياس práقس سبعين درجة علشان من الطلابات شو نعرفين مجموعا كياس الزاوية داخل المسرس مائة وتمانين درجة إيجا في زو ب أه ali again الواقع و أجسي نجف هات زي عائز الزاوية دي نجف هات زي نجمع نعمل مائة وتمانين درجة ناقص مجموعات القاعد مائة وتمانين درجة ناقص مجمعات الزاوية التنää aper beats 70 و 70 طب سبعين وسبعين مئة واربعون نتراحم سبعين وسبعين مئة واربعون مئة وثمانين يتبقى اربعين درج يبدأ زودي كمية شباب اربعين درج رقم خمسة فيها الشكل المقابل الف بي بالسوء الف دار الف بي قد الف دار في الطول كياس زاوية الف بي دار بالسوء ثلاثين درجة كياز ZGE 60 درجة يجب ان الشكل الحلوى بالربعة دايرة يجب ان الشكل الحلوى بالربعة دايرة نعمل ايا شباب هنعرف نسبة ان فيه زوان متقابلاتان ومتكاملاتان بسهول يبقى الشكل الحلوى بالربعة دايرة الحلوى بالفعل يبقى المثالث مصدد ساقين يبقى زواني الكادم الساقطين في الكياز دي 30 درجة يبقى دي برضو 30 درجة نعرف نجيب الزوية الثالثة في المسلس ازاي نكتب 180 درجة نقص مجمع زوية الكاعد هنلاقي الزوية دي 120 درجة 1120 درجة وجيم 60 درجة هنلاقيهم زويتين متقابلتان ومتكاملتان يبقى الشكل ربع دائري تعالوا كده نعرف ازاي البرهون اول حاجة شباب الف بي بتسوى الف دا بما ان الف بي بتسوى الف دا اجها في المسلس الف بي هادال زويتين pars começusel facebook词 ازاي في المسلس الف بي هدال كياس زوي الف دا بي العزوية Jefferson تسوي الف بي هادال بي بتسوىilon كياس زوي الف بي هادال كياس Jordan بي هادال كياس زوي الف بي هادال كياس زوي في الب administración طيب عايزين الزوية الثالثة في المسلس لسه غال دلوقت نجيبها ازاي اذا كياس زوية الف بتساوي نعمل 180 درجة ناقص مجمع زوية القاعدة اللي هي 30 و 30 30 درجة زيت 30 درجة طيب 30 و 3060 نتراح من 180 يتبقى 120 درج جيبنا كياس زوية الف كامية شباب 120 درج اذا فببما ان كياس زوية جيم بتساوي 60 درجة الاول كتبنا كياس زوية جيم اللي هي المقابلة اذا مجمع الف و جيم كام كياس زوية الف زي كياس زوية الف زي كياس زوية جيم بتساوي الف 120 درجة زي جيم 60 درجة هنلاقهم بتساوي 180 درجة نوضح تحتها الزوية متقابلتان و متفاملتان اذا الشكل ربعي دير اذا الشكل بسهولة خالص سبتنا ان الشكل ربعي دير و هذا المطلوب اللي عيد ب باستخدام العدوات الهندسية ارسم المسلس الف بي جيم الذي فيه الف بي بتساوي 3 سنتيمتر بي جيم بتساوي 4 سنتيمتر الف جيم بتساوي 5 سنتيمتر ثم ارسم دائرة تمر بروس كم دائرة تمر بروسه خلي بالك المسالة دي صعبة جدا على الطلاب هو مدينا هنا مسلس و مدينا اطوله اطلعه الثلاث عايز يرسم الدائرة لات تمر بروسه على فكرة تطلع دائرة واحدة بس طب نعمل ايه نرسم المسلس الاول اول حاجة اطول طول فيهم خمسة نعمله بالمسطرة خطوف الطولين اللي اصغر نعملهم بالبارجة يبقى رسم للمسلس طب عايز يرسم الدائرة التي تمر بروسه هنجيب محوري تمثل ضلعين بس اي ضلعين نقطة التقاطع هي نقطة الدائرة التي تمر بروسه اللي هي مركز الدائرة تعالوا كنا نعرف ازاي خلي بالكم دي صعب اجامد على العياج الف جيم الى اكبر خمسة سنتيمتر نرسم بالمسطرة خمسة سنتيمتر ونوضح اي ضلع فيهم هو الضلع يا شباب الف جيم نكتب الطرف هنا الف والطرف هنا جيم نكتب عليه خمسة سنتيمتر طيب بعد كده الدلعين الى اصغر به جيم وقلب به نعملهم بالمسطرة نستخدم البرجة ونعملهم او الضلع اصغر فيهم قلب به طوله كم يا شباب ثلاث سنتيمتر نفتح البرجة لثلاث سنتيمتر فتحنا البرجة لثلاث سنتيمتر هنا الف بيه يبقى من عند الراس الف ونعمل كوس ثاني ضلع كما يا شباب بيه جيم اربعة سنتيمتر نفتح البرجة لثلاث سنتيمتر الضلع به جيم ايه يبقى من عند الراس جيم ونعمل كوس يقطع الدائرة يقطع الكوس الاول في نقطة خلي بالك لازم يقطعها نقطة التقاطع يا شباب هنوصلها بالف ونوصلها بجين نوصل النقطة بالف عملنا الثاني الثلع في المسلس ونوصل النقطة بجين عملنا الثالث الثلع في المسلس كده عملنا يا شباب المسلس بسهول نقطة التقاطع اللي هي ألف وجين موجودين نتفضل اللي هي بيه بعد كده عايز يعمل محور التماسل قلتلكم لازم نعمل محوريه تماثل ضلعين نعمل تماثل محوريه ألف بجين وألف بيه الأسهل ألف جين طوله كام خمسة نجيب نص اللي هو اتنين ونص علشان نعمل محور التماسل عند الدلع أول حاجة نجيب نص بعد كده نرسم العمود باستخدام المنجلة نرسم الزاوية تسعين درجة نحط مركز المنجلة عند نص ألف جين خط الصفر على الضلع ألف جين ونعمل الزاوية تسعين درجة بعد كده نوصل نقطة الزاوية بنقطة منتصف ألف جين ونمد الخط على استقامته كده عملنا أول محور التماسل نفس الحكاية نعمل محور التماسل الثاني ألف بيه ألف بيه طوله كام يا شباب ثلاث سنتمتر نجيب نص ثلاث سنتمتر نص التلاتة واحد ونص لازم لواء نحدد النص بعد كده نعمل عمود نعمل عمود باستخدام المنجلة نعط مركز المنجلة عند نقطة المنتصف وخط الصفر على قلب بيه خلي بالي نحدد الزاوية تسعين درجة حددنا الزاوية بعد كده نوصل النقطة نقطة الزاوية بنقطة المنتصف ونمد الخط على استقامة عملنا الثاني محور التماسل هنلجوه متجطعة في نقطة على فكرة متجطعة في نقطة منتصف أكبر دلع معناه ايه يا شباب ان المثلث قايم الزاوية اذا لدينا محورات تماثل تقطعوا في نقطة منتصف أكبر دلع فيهم يبقى المثلث قايم الزاوية فقد نرسم الدائرة نحط سن البرجل عند نقطة تقاطع محور التماسل ونفتح البرجل لغيت الراس به لازم تتأكد اي راس فيهم لو عملت دائرة هتمر بالثلاث رؤوس اظن ان عملتها مرت بالثلاث رؤوس انا كده بصراحة عملتها في خطوات سهلة واسهل ما يمكن كده لسمنا الدائرة بسهولة خالص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر